السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي تحية كبيرة لأكون وزارة الصحة التركية تعلن عزمها إنشاء مركزين صحيحين لتقديم خدماتها للاجئين السوريين والأشخاص المؤهلين للحصول على الحماية السنوية في إطار اتفاقية المنحة ضمن مشروع شفاء الموقع بين المديرية العامة لإستثمارة الصحة التابعة لوزارة الصحة التركية وبنك التنمية الأوروبي مسؤولون في وزارة الصحة قالوا أن المركزين سيقدمان خدماتهما لجميع المواطنين وليس فقط للاجئين السوريين المركز الصحي الأول سيكون مكون من طابقين تحت الأرض وأربع طابق فو الأرض على مساحة 3040.77 متر مربع في منطقة إرزين وسجري بناء مركز صحي آخر في منطقة كاراباغلار على مساحة 1358.71 متر مربع مشروع شفاء يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الصحية لتحسين الخدمات الصحية للاجئين السوريين والمستفيدين من الحينماية السنوية طبعا هذا أصدقائي هيك انتشار لقناة حلب يعني أطواق عن الحينماية السنوية هي أصلا الحماية المؤقتة طبعا موسيقى موسيقى موسيقى